قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بزيارة صباح اليوم إلى مقر رئاسة الحكومة التايلاندية في بنكوك حيث كان في مقدمة مستقبلي السموه لدى وصوله معالي الجنرال برايوت شانوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة وعقد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اجتماعا مع رئيس وزراء مملكة تايلاند جرى فيه استعراض العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها والارتقاء بها في مختلف المجالات وبحث خلاله أفاق التعاون المثمر بينهما وتناول فيه عددا من الموضوعات التي ترتقي بمختلف أوجه التعاون البحريني التايلاندي فيما رحب معالي رئيس وزراء مملكة تايلاند بزيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تايلاند والتي تجسد عمق روابط الصداقة والتعاون الثنائي مشيدا بما يبذله سموه من جهود متواصلة لتعزيز وتطوير مسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند خصوصا ودول الأسيان عموما وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند واطيدة وعريقة وتشهد تطورا مستمرا يعكس رغبة البلدين الأكيدة في ترصيخ أوجه التعاون القائم بينهما بالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين منوها سموه بأهمية تفعيل دور اللجنة البحرينية التايلندية المشتركة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاستفادة منها في إقامة شراكات اقتصادية تدعم وتعزز مسار العلاقات الثنائية وترقية مجالات التعاون بينهما كما أكد سموه على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات والمقومات الاقتصادية التي يمتلكها البلدان من خلال الاستثمار في المشروعات المشتركة التي تستند على خبرة كل دولة والاستفادة منها في الدولة الأخرى لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والقطاع المالي والصيرفة الإسلامية والسياحة والطاقة وغيرها من أجل تمتين الشراكة البحرينية التايلندية وتوطيدها في المجالات الاقتصادية وأضاف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين تتطلع إلى تقوية تعاونها مع مملكة تايلند الصديقة وفتح مجالات جديدة للتعاون ارتكازا على ما يجمع بين البلدين من احترام متبادل وتفاهم وتنسيق مشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية وقد بحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومعالي رئيس وزراء مملكة تايلند آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل التنسيق بين البلدين الصديقين تجاه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتم تبادل الأراء وجهات النظر حولها حيث أكدا أهمية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي من جانبه أعرب رئيس وزراء مملكة تايلند عن تقدير بلاده للجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على صعيد تطوير وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا أن أهمية الزيار التي يقوم بها سموه إلى مملكة تايلند في دفع أطر التعاون بين البلدين قدما إلى الأمام منوها بحرص مملكة تايلند على تنمية التعاون مع مملكة البحرين في المجالات كافة مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في العديد من الميادين كما أشهد معالي رئيس الوزراء تايلندي بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واسهماته في توطيد علاقات التعاون الخليجي التايلندي وتطوير العلاقات بين الجانبين معضبا عن تقدير بلاده لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدور الذي يطلع به سموه في هذا الصدد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة